الحمد لله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبائي في الله مع تبويب جديد من تبويبات الحافظ النوي رحمه الله نعيش مع باب جديد من تبويبات الرياض الصالحين رقم خمس وثلاثين ومئتين فأسمعنا يا عبد الخالق باب بيان الجماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار نعم هنا هذا التبويب يريد أن يذكر لك الإمام النوي شيئا مهما فيما يتعلق بالشهداء من يعرف هذا التبويب؟ ما هو الشيء الذي يريده الإمام النوي بهذا التبويب؟ تفضل؟ الشهيد معان شهيد مرض أو هدم أو شهيد حرب يعني قربت بمعنى يريد منك الإمام النوي أن يخبرك أن الشهداء أنواع أن الشهداء أنواع وليسوا محصورين بشهداء الحرب وليسوا محصورين بالقتلاء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فيجوز إطلاق كلمة قتيل فإذن هناك أنواع طبعا هذه المسألة أفردها الإمام الصيوطي بتأليف وسمى كتابه أبواب السعادة في أسباب الشهادة أبواب السعادة وهو مطبوع في غلاف بتحقيق الأستاذ نجم خلف الشاهد من هذا إخواني في الله أن الشهداء أنواع وهؤلاء الأنواع يقسمون إلى قسمين رئيسيين قسم الأول وهو شهيد المعركة فهذا الذي لا يغسل وبالنسبة لشهيد غير المعركة يغسل وبالتالي هذا الفرق بينهما ذاك لا يغسل ولا يكفن والثاني يغسل ويكفن فتعالوا بنا نسمع أنواع من هؤلاء الشهداء نسمع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمطون والغريق وصاحب الهد والشهيد في سبيل الله نعم إذن ذكر خمسة من الشهداء خمسة أنواع واحد ذكر المطعون إيش عن المطعون نعم الذي مات بمرض الطاعون وما معنى مرض الطاعون المرض الذي يقتل سريعا نعم الوباء العام الذي يقتل سريعا أما إذا وباء عام ولا يقتل لا يسمى طاعونا لا فهناك مرض يقتل سريعا يسمى الطاعون وهناك مرض ينتشر لكن لا يقتل سريعا هذا لا يسمى الطاعون وطبعا كتب الحافظ ابن حجر كتابا كاملا في المسألة فسماه بذل الماعون في فضل الطاعون بذل الماعون في فضل الطاعون وذكر ما حدث في التاريخ الإسلامي أن الطاعون أصاب أمة الإسلام على مدار سنوات كثيرة حتى في زمانه وفقد أبنائه أكثر من ولد وبنت وأصاب القاهرة وكان يمكث الطاعون على الأقل سنة والسنتين ليس فقط أسبوع أسبوعين مرض لا ينتشر ويطول المدة ذكر تواريخ وقصص وتتبعت التواريخ فكثير منها تجاوز السنة والسنتين نسأل الله أن يعافينا وإياكم لا نتمنى البلاء لكن من مات في الطاعون محتسبا فله أجر شهيد النوع الثاني وهو المبطون ما معنى المبطون الذي مات من المرض الذي كان به مرض ببطنه نعم الذي مات بمرض البطن ما معنى مرض البطن المرض المرض الخفي هناك مرض ظاهر هناك مرض خفي في الجسد لا يرى وبالتالي هذا يعطى علاج بناء على تشخيص الطبيب لكن المرض غير مرئي هناك أمراض مرئية مثلا جريح ظاهر مرض ظاهر ورم في اليد ظاهر لكن هذا مبطون في البطن لا نرى شيئا الذي يحدد المرض ويفصل الطبيب طبعا في زماننا ظهر أشياء متطورة التصوير الذي في البطن وهناك أجهزة تصور ما في البطن لكن في النهاية هو مخفي هو مخفي بل لغاية الآن من الأطباء من يقول لا يظهر معنا تماما إلا عند شق البطن صلى الله العافية يعني استبدأ يشوق بطن يبلش يدور وأبصلي لا يقول لا ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا لا هذا سمعته من أحد المختصين في هذا المجال طيب إذن المبطون هو الذي يموت بداء البطن شيء خفي طيب والغريق هذا معروف جدا وهو من مات بسبب أنه غرق بالماء من بحر نهر وصاحب الهدم صاحب الهدم من هو صاحب الهدم نعم من كان جالسا في مكان فإذا بجدار أو ببناء يقع عليه وهذا أشبه ما يكون في زماننا بما يسمى به الزلازل عافان الله وإياكم ولا تقول أنت لا الآن في هذا الزمان الزلازل لا تؤثر لا تؤثر وما منذ أيام رأينا منذ شهر يا سيدي كيف حدث في تركيا وفي شمال سوريا وماذا حدث بالمسلمين وغير المسلمين وهم في بيوتهم وتعرضوا للردم والموت والقتل مع أننا في زمن البناء الحديث والتطور والحمايات ومع ذلك عندما جاء الزلزال لم يستطعوا أن يهربوا وماتوا فنسأل الله العافية وأيضا الكلام عن الزلازل كلام طويل جدا وأفردت بتصنيف فكتب الصيوط أيضا كما ترون الصيوط في كل باب له كتاب كتب كتابه المسمى بكشف الصلصلة وهو مطبوع في غلاف يتكلم فيه عن الزلزلة ثم جاء من بعده إسماعيل بن محمد العجلوني وكتب كتابه تحريك السلسلة طبعا فيما يتعلق بالزلزلة وأيضا كتب حامد بن علي العمادي مفتي الحنفية بدمشق رسالة صغيرة سماها الحوقلة في الزلزلة فإذا الكلام عن الزلازل وهناك أحكام شرعية وعلى الراجح كما ورد في آفار عن السلف أنه متى حدثت الزلازل صلينا صلاة الكسوف والخسوف هذه تسمى صلاة الآيات ووردت عن أكثر من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند الزلازل صلوا صلاة الآيات أي صلاة الكسوف نعم ثم ذكر آخر شيء والشهيد في سبيل الله الذي درسناه في درسنا الماض حديث التالي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن فمن هم قالوا من قتل في سبيل فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في المطن فهو شهيد والغريق شهيد نعم إذا هذا الحديث يقول إذا إن شهداء أمتي إذا لقليل لو كان الأمر محصور الشهادة ب قتيل المعركة فإذن الشهداء ما بهم قلة لكنهم أكثر من ذلك وذكر الأصناف الذي ذكرناها قبل قليل الحديث التالي وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد هذا الحديث ذكر شيئا زائدا عن السابق ما هو هذا الشيء الزائد من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد من مات دون ماله نعم مدافعا عن ماله من هذا اللص أو هذا السارق أو هذا المعتدي وحتى وصل إلى أن قتل فهو شهيد في سبيل الله إنسان في بيته مطمئن فدخل هذا اللص وهذا اللص يا إخواني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني في أقل درجات الإيمان هذا السارق وأنت تصور نفسك أنك تعمل وتكدح وتشقى أقول وتشقى يعني تجد هناك شيء شدة ثم عندما تتدخر شيئا من المال يأتي هذا الشخص ويريد أن يأخذ مالك بأريحية أنت تعمل من أول الشهر إلى آخر الشهر لكي تقبض راتبا فيأتي هذا اللص فيسرق مالك من غير أي عناء فيترتب على ذلك أنك أصبحت مفلسا فكيف إذا سرق ادخار عمرك وحدثني أحدهم وهو أستاذ مدرسة وتلقى وأصبح مديرا وتقاعد قال يا شيخ عندما خرجت من البنك طبعا الراتب والمكافأة نزلت في البنك فذهب لي استلمها فعندما استلم المكافأة مكافأة نهاية الخدمة قال ولم أرى أحدا يعني يراقبني إذن هذا اللص محترف لم يشعره بأي شيء قال أخذت المال وذهبت إلى بيتي وهو رجل من أهل المساجد قال فأدركتني صلاة الجماعة فقلت يعني أفوت صلاة الجماعة أم قال لا لن أفوت فأجعل المال في السيارة نظر هنا يمنة ويسرى ما في حدا يعني قال فدخلت إلى المسجد فصليت العصر ثم خرجت فإذا بالسيارة مكسورة والزجاج ممرطوم ومحطم وصرقوا المال صرقوا مال ماذا الادخار مكافأة نهاية الخدمة بعد ثلاثين سنة وكان يريد أن يجعل هذا المال في بناء فإذا بهذه الأحلام تذهب وتزول وجاءت الشرطة طبعا وبلغ وجاءت وأخذت البصمات ولا أدري بعد ذلك يعني أمسكوا بهم أم لا لم يتابع المسألة الشاهد من هذا إخواني في الله هذا اللص هذا يسرق عرق هذا الشخص الذي يتعب إما اليوم أو ليومين أو لأسبوع أو لشهر أو لسنة أو طوال عمره فهذا في أقل درجات الإيمان وبعض الناس السرق إخواني في الله تقسم إلى قسمين سارق كما ذكرنا قبل قليل يكسر ويرطم ويأخذ وفي العادة هذا سارق جاهل ما عنده قدرات الثاني سارق محتال وهذا المحتال يجعلك تعطيه مالك بإرادتك فبعد ما يعدهم ويمنيهم وما يعدك إلا غرورا فإذا بك تخرج المال من جيبك وتقول له تفضل شغل لي هذا المال أو بوعدك أقول لك أسوي لك جمعية فإذا بك تدفع قابلت أحدهم وهو الآن على الحديدة فقلت ما هو السبب قال دفعت ثلاثة عشر ألف دينار لأحدهم لأنه وعدني بجمعية وقال هذه الجمعية من خلالها سأشتري لك سيارة وسأشتري لك بيتا وسأشتري وسأزوجك قال نعم قال فكان في كل شهر يدفع راتبه كاملا له ومكث على ذلك سنين ثم بعد سنين اكتشف أنه نصاب والمفاجأة أني قابلته منذ فترة فإذا به يقول لا ربما يعطيني والقصة قد لها عشر سنوات وما زال إذا لقيه يمنيه هكذا النصاب يصل إلى مرحلة يقنعك بأن تعطيه المال بإرادتك والخطوة الثانية إن الصاب العالي شو بصير يجعلك تدافع عنه كل ما واحد يقول لك يا أخي نصب عليك يا أخي لا تحكي نصب عليك هذا رجل محترم هذا رجل راح يجيب الفلوس بش بس إنه ضحك عليك وأخذ المال بل أقنعك أنه مخلص وصاحب دين وربما أنه سيرجع لك المال وأنه مظلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأبتليت وأنا في سن العشرين من عمري عشرين واحد وعشرين خمس وتسعين أو واحد وعشرين وقد ابتليت فأخذت من المسجد ووضعت في السجن بسبب شاية أني أدرس من غير إذن الأوقاف وأني أجمع الأولاد وأدرسهم وأعلمهم لم يجدوا علي أي تهمة طبعا لا سياسية لكن هناك حجز وكان سني 21 سنة فحجزوني أربعة أيام وعندما حجزت كانت المفاجأة أنهم وضعوني في مكان مليء بالمجرمين سفكين الدماء والسارقين والمجرمين فعندما رأى وهم يشتمون الرب العالمين فعندما وكنت في سن 21 سنة طبعا جسم غير هذا الجسم تماما فعندما دخلت ذلك المكان واجتمع هؤلاء الزعران ووقفت أمامهم فقلت واحد من اثنين أو ثلاثة إما أن أصبح مثلهم والعياذ بالله وإما أن أبيدهم وهذا لا ينفع أنا جاي أساو معركة وإما أن يموت قلبي فكان مني بفضل الله أن ذهبت إلى هذا أحد الشرطة وقلت له أريد أن أذهب وأبتعد عن هذا المكان لأنه يسب فيه رب العالمين قال يا شيخ كل السجن واحد لا ليس كله واحد فإذا بذاك الضابط يتعاون قال انقله إلى مهجع النصابين مهجع دال اسمه كان فذهبت إلى المهجع وأنا فعلا وإذا بهم كبار سن أنا عشرين كل الموجودين إيش في الأربين إيش في الخمسين إيش في الستين ومنهم من يلبس البلابس النصاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإيه عندما دخلت لم أسمع شتم الدين أبدا وعندما دخلت أذنت حال موعد الصلاة أذنت وأقمت وبدأت بالصلاة فإذا بهم يقومون يصلون ورائي جماعة وبعد ذلك بدأوا يا شيخ ممكن سؤال شو سؤال أنا مفتي عشرين سنة عمري واحد وعشرين سنة فإذا بالأول يسألني عن قضية نصب أنه نصب على ناس والثاني أكل مال ناس كلها قصص نصب وتزوير واختلاص صحيح ما أسمع سب رب العالم وليه أذوب الله لكن بدأت أسمع قصص النصب التي لا تخطر في بالك وأنا كل عباضي أنا بفكر الناس باحترمين بره فإذا بي أكتشف أنه أنا وين وهؤلاء الجماعة وين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكانت من القصص الجامع بالقصص أن النصاب الحقيقي هم يعتبرونه هو الذي يقنعك أن تعطيه المال بإرادتك بل تترجى أن يأخذ مالك لو سمعت يا أبو فلان بالله يجازك خذ لا 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 خذ بشان اللي خلقك خذ يا الله توقع ما أتى العشر تلافات تنشون شو بنسولك فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والنصاب الأكبر هو الذي يأخذ مالك ثم بعد ذلك أنت تدافع عنه ما أحد يحكي عليه هذا رجل محترم هذا رح يجيب لسيارة رح يجيب لشقة رح يجوزني أبصر إيش وبتسحب سنة وسنتين وثلاثة وعشرة وهو يدافع عنه يا جماعة قابلت أحدهم يدافع عن النصاب بعد عشر سنين لا رح يرجعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محترف فهذا هنا الشرع قال لك من مات دون ماله فهو شهيد أنك في بيتك فإذا بهذا الشخص يسطو بيتك فتمنعه من أن يسرق مالك ولكنه يقتلك فعندها أنت من الشهداء أو كنت في سفر فتعرض لك فمنعت نفسك من أن تسلمه مالك يا جماعة المال في بعض الصور يعادل الروح المال يعادل الروح تصور أنك كنت في مكان وإذ بك أنت في أسفلين في أمور الدنيا كنت تتصدق على الناس فتصبح يتصدق عليك وإن أنسى فلن أنسى ما أخبرتني أمي رحمها الله عندما هاجروا من فلسطين في منطقة الثمانية وأربعين ذهبوا إلى منطقة السبع وستين على أمل أيام قليلة أسبوع أسبوعين ويرجعوا إلى ديارهم هكذا أفهمهم فعندما قالت أمي فنزلنا في بيت أحدهم وكانت امرأة مدرسة في منطقة ديرغ السانة قضاء رام الله قال فإذا بتلك المدرسة تهيك وتخيط ثوبا لأمي التي كانت أربع سنوات في ذاك الوقت فعندما رأت جدة هذا المنظر أنه يتصدق عليها وكان الذهب في أيديهم من البداية إلى النهاية وقد سرق فإذا بها فإذا بها تبكي وتكاد تصرع يعني فوق إحنا حتى يتصدق علينا فهذا من أعظم لذا إخواني في الله لا تتعامل مع الناس ربما هذا الشخص في فترة من الفترات كان يتصدق وكان يعطي وكان يحسن ولكن دارت الأيام وابتليه وترك دياره وأمواله وعشيرته وأقاربه وما الكورونا منا ببعيد فالناس في الكورونا إخواني فلان قسموا من ناحية العمل إلى قسمين عندما تعطلت الأعمال منهم من بقي في بيته ولم يخرج وهذا يقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام القسم الأول كان موظفا فكان يأتي راتبه ولم يشعر بالكورونا أبدا بل منهم من قال والله يا ريت اتطول الكورونا قابلت أحدهم قال يا ريت اتطول الكورونا إحنا في بيوتنا والراتب يأتي وخصموا منا مبلغا لا يكفي للبنزينات أو المواصلات التي كنا ندفعها ونحن في بيوتنا مع أولادنا والزوجاتنا وأهلنا لم يتأثر بشيء أبدا والقسم الثاني كان مدخرا للمال كان مدخرا للمال فبدأ ينفق من ماله ينفق من ماله حتى عدت تلك الكورونا والقسم الثالث أنه لا مال عنده وهذا يقسم إلى قسمين القسم الأول أنه هذا عامل مياوما إن عمل هذا اليوم أخذ المال وإن لم يعمل ما في مال والقسم الثاني أنه عنده مال لكنه لم يستطع أن يصل إلى ماله لأنه هو بمثابة شكات وبمثابة بضاعة والأمور كلها معطلة ولا يستطيع أن يحصل شيئا فهذا أيضا يقسم إلى قسمين فمنهم من أصبح يعيش على الصدقة أنه ما بعرف يشتغل إلا الشغل اللي هو بيشتغل فيه شو حضرتك أنا نجار شو حضرتك أنا كهرباي شو حضرتك أنا حداد شو حضرتك أنا ميكانيكي شو حضرتك أنا صاحب مدير مؤسسة شو حضرتك أنا صاحب المؤسسة طيب بعدين ما في مال وما لك مجمد فقسموا قلت إلى قسمين منهم من أصبح يقبل الصدقة بعدما كان صاحب مؤسسة ومنهم من لم يقبل ونزل إلى سوق العمل المتاح وكان في ذاك الوقت المتاح أكثر شيء الخضار فإذا به ينزل ويبيع الخضار فهذا اليد العليا خير من اليد السوف لا فهذا فقط إشارة كيف أن الشرع قال من مات دون ماله فهو شهيد لأن المال أحيانا يعادل الروح من غير مال أنا صاحب مال تأخذ مالي تحويشت العمر تحويشت الشعار فلذا لو قاتلته حتى قتلت فأنت شهيد ننتقل إلى الحديث التالي عن أبي الأعوال سعيد بن زيد بن عمر بن نفين أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد نعم من قتل دون ماله فهو شهيد شرحناها لكن ومن قتل دون دمه فهو شهيد ما معنى دون دمه إذن واحد دمه أنه يدافع عن نفسه لكي لا يذبح شخص قال لك بدي أذبحك تسلم نفسك له أتحضر لذبح كما نرى في هذا الزمان قال حكمنا ابن نذبحك فإذا به يجر لكن أكثرهم يكون قد أعطوهم إبرا إبر مخدر يا جماعة اللي بكونوا جارينه عشان يذبحوا يكون قد أخذ إبرا مخدرا فإذا به لا يملك الحركة وأنت تظنه يقاد كما تقاد الشياه الحالة الثالثة دون دمه ما هو؟ أن دم المسلمين واحد وبالتالي تدافع عن المسلمين حتى لو قتلت طيب الحالة الثالثة ومن قتل دون دينه ما معنى من قتل دون دينه؟ دفاع من الدين دفاع من الدين دفاع واحد دفاعا عن دين الله ما معنى دفاعا عن دين الله؟ ما معنى دفاعا عن دين الله دفاعا عن دين الله دفاعا عن الإسلام أن لا يقبل أن يرتد لا يقبل أن يرتد فورب المسلمين أو مقدسات فوردفعا عنه إذن هو أولا تحت إمرت أمير المسلمين فهو لا يقاتل قتال شخصي وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه أي وقاية ويقاتل من ورائه اثنين أنه يريد أن يظهر دين الله وشعائر الدين لذا أهل العلم قالوا من أمره بإطفاء شعائر الدين فعلى الدول الإسلامية أن تقاتله لإظهار شعائر الدين يعني إحنا مسلمين عايشين في بلد إسلامي فإذا بنا نبتلى بحاكم يمنع شعائر الدين يمنع الأذان يمنع الذهاب إلى المساجد يمنع الميراث يمنع 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 اللحاء والحجاب والواء فعلى الدول الإسلامية أن تقاتل هذا الذي منع شعائر الدين منع الناس من الصيام منع الناس من الصلاة منع الناس من شهود الجماعة منع النساء من الحجاب فعندها هذا من قتل دون دينه إذن من قتل دون دينه لها صور كثيرة لكنها تندرش تحت تحت إمرة الأمير لا نريد سلوكيات شخصية فهذه عاقبتها ومفسدتها أكبر ثلاث قال ومن قتل دون أهله فهو شهيد دون أهله إيش المقصود بأهله نعم نرحمك الله نعم دفاعا عن أهل أي عرضه ودفاعا عن زوجته دفاعا عن ابنته دفاعا عن أولاده وبالتالي إخواني في الله من الذي يدافع عن هؤلاء من الأب ولذا فقط اليتيم يطلق على من مات أبوه دون الاحتلام من مات أبوه دون الاحتلام هو الذي يسمى يتيما لأن الأب هو عصب البيت الأم لا شك أنها مهمة وهي عصب لكن من ناحية قوام البيت وعزة الولد لا يمكن بعد مشيئة الله إلا أن يكون ب وجود الأب الابن إذا خاف في الليل ابنك في الليل إذا خاف ودق عليك أنت ومرتك ما بروح ينام عند أمه بيجي عليك بميز مع أنه عمره 3-4 سنين بس يقول خائف يا أبا خائف يا أبا أنا خائف يا أبتي فيلجأ إلى الأب فهو ملاذ الأمان والطمنان نعم الأم الحنان فإذا النفق مهما أنفق عليه من قبل المحسنين لن يكون مثل الأب فالأب يقبل من نفسه أن لا يأكل لكن لا يقبل لأولاده أن لا يأكلوا يقبل من نفسه أن ينام جائعا ولكن لا يقبل لأولاده أن يناموا جائعين الأب يقبل من نفسه أن يلبس اللباس أقل أنواع اللباس لكن لا يقبل من أبنائه إلا أن يلبس أفضل ما يستطيع الأب يقبل من نفسه أن يذهب من الصباح إلى المساء في العمل لكي يحصل القوت ولا يقبل من أولاده أن يتركوا المدرسة لكي يأتوا ليساعدوه بل يعطيه مصروفا اذهب إلى المدرسة وخذ مصروفا لكي تتعلم وهذا الأب يذهب من الصباح إلى المساء يكابح ويكاد الأب هو عصب البيت فلذا إذا رأيت يتيما أخي في الله فاعلم أنك مهما بلغت وقدرت من طاقتك فإنه سيبقى محروما سيبقى محروما هناك شيء لا يمكن أن يجده إلا عند من عند أبيه ولذا إخواني في الله احرصوا على مجالسة هؤلاء اليتامة وحاولوا أن تعوضوهم ولو بالشيء اليسير طيب إذن هذا هو الأب الذي يدافع عن عرضه وبيته فيتعرض حتى للموت حديث التالي قرأ أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار نعم إذن أنت عرضه لكي تقتل ودائما إخواني في الله لا تعرض نفسك للبلاء وتقول أنا أحافظ وقاتلت عن نفسي وقاتلت عن عرضي وقاتلت عن مالي لا تعرض نفسك للبلاء من يذكر لي صورا يتعرض فيه المرء للبلاء يعرض نفسه للبلاء والشرع نهاك أن تعرض نفسك للبلاء في واقعنا المعاصر يعمل في مكان في نساء شو تخلي الموت والقتل يا رجل شو الموت يأطي طارب لا يعطيك العافي بيّن أنا ما بيش عارف إحنا من نتكلم عن من مات في سبيل الله بتقول لي من أخذ قرضا وحابه يقول لي تعرض فيه مكان تشتر فيه نسوان الجماعة الله يزيكو الخير معلش أنا بشر يعني ركز معي لأنه فيش مجال هسا صايمين نوقد مميعات الله يزيكو الخير الله يزيكو الخير ركز معي أو أنا أسأل سؤال من قول من مات دون مالي فهو شهيد ومن مات دون عرضي فهو شهيد فأقول لك ومع ذلك لا تعرض نفسك لمثل هذه المواقف باختيارك لا تعرض نفسك للبلاء فأقول لك أذكر لي أمثلة في هذا الزمان يعرض بعض الناس نفسه للبلاء في مثل هذه الصورة واحد رجل الله يرحمه الذي فخي مجرد يمشي في مريق خطر بماله أيوة بماله إذن بعض الناس قد يحمل أموالا كثيرة ويدخل في أماكن هو لا يعرفها في زقاق وأماكن مخفية فهذا عرض لأن يبتلى ويسرق ماله ويضطر للمقاتلة ويحدث ما يحدث من سفك للدماء إما منه أو منهم أحسنت هذا مثال واقع في زماننا اثنين أن يترك عرضه في باب الهجاب وفي باب الهجاب وممكن هذا كلام أن يسافر منها الان من الصور الواقعية في هذا الزمان إخواني في الله أن بعض الإخوة يأخذ زوجته إلى نزهة فإذا به من حرصه عليها فإذا به يذهب بها إلى مكان لا يوجد فيه بشر بالمرة وإذا به يصعد الجبل الأول فيه حيشوفت فيه رجال هناك على بعد خمسمائة متر لا ما إلي مصلحة اطلع اطلع فإذا به يصعد شوه والله شوفت رجل على بعد اثنين كيلو لا اطلع شوه فإذا به يذهب في مكان لا يوجد فيه أحد ويجلس هو وزوجته فهذا عرض أن لو أحدهم سطى عليك واعتدى على أهلك ولن تسكت فربما تقتل أنت أدخلت البلاء على نفسك لماذا ذهبت بزوجتك إلى متنزه في مكان تبتعد فيه عن الناس مسافات بعيدة فأصبحت في مكان خطر وهذا ما حدث مع أحد الشباب قبل خمس وثلاثين سنة أو أقل من ثلاثين سنة عندما وهو شاب يعني على ديانة وزوجته على ديانة وكان حديث عحد بعرص فإذا بها يأخذها إلى نزهة وهو حريص على عرضه ويغار ولكنه أساء التصرف بسبب صغر سنه فإذا به يأخذها إلى مكان مزوي بعيد عن الناس وكانت المفاجأة أنه تعرض إلى ما الله به عليم وقاتل لكنه قتل هذا تعرض نفسك للبلاء أنت تعرض نفسك للبلاء ثم تقول أنا قاتل ما أنت أسأت التصرف أنت أسأت التصرف يا أخي أخذت نزهة هاي الناس موجودين أعطيهم ظهرك ابعدين عنك 200 متر 300 متر لا هم مش شايفينك ولا أنت شايفهم يا أخي زوجتك اتظلم غطي وجهها إذا أنت ولو كشفت وجهها على الراجع الوجه ليس بعورة عشان مصلحة أترتب عليها أنه زوجتي تنتهك أنت أسأت إذن هذا صورة ثانية صورة ثالثة في زماننا يعرض المرء نفسه للبلاء بسبب عدم الإدارة من الصور إخواني في الله التي ولكنها أصبحت نادرة في هذا الزمان ما كان بعض التجار يجعلون أموالهم في حوانيتهم فإذا باللصوص يعرفون أن هذا الشخص يبيت ماله في حانوته فكنا كل فترة نسمع سطو 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 لكن بعد فضل الله هذا الأمر قله كثيرا بعد فضل الله أولا ثم كانت الأسباب وجود الكاميرات وجود القاصة وجود الخزنات وجود الأشياء أما أن تقول والله يا أخي الدنيا أمان والناس فيها خير وبالتالي أنا درجي لفلوس موجود أنت تعود الناس وتجرئهم على السرقة درجي المال أمامك لابد من لا تعرض نفسك للبلاء وأمين اللي بده يسترجي يقرب وتبدأ تتكلم من هذا الذي يجرؤ لأن يقترب من أن يسرق مالي هذا كله تعرض نفسك للبلاء أغلق هذا الباب أغلق هذا الباب ما عندكو صور تذكرون إياها ما بدك تذكر لي صورة يعني تكون يعني حقيقية وصلا الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله